المباراة الأولى اللي ربما التلافة ده النهار ما عافش من وجهة نظرك تلافة ولا هو أصلاً أخطأ تاني إنه زيزو في المباراة الأولى تحس إنه زيزو هو روي فيتوريب بيوجد له مركز عشان إمكانياته الكبيرة بس زيزو ما قدمش بشكل كويس في مركز 8 المباراة اللي فاتت رأيك إيه؟ بص أنا يعني طالما صلاح موجود وطالما زيزو موجود فأنت عايز تلعب صلاح أنا ما شفتي الصلاح بيلعب برة ولا صلاح بيلعب جوة بصراحة كانت بالنسبة لعلامة استفاد بدليل إن صلاح مش هو صلاح يعني مش صلاح خالص من أقل المباراة أو من أقل البطولات اللي لعبها صلاح وده بسبب توظيفه بسبب توظيفه وبسبب ممكن ما يكونش توظيفه بسبب كمان مستر فيتوريا إنه ما بيتكلمش مع صلاح أنا ما عنديش مشكلة وأنا ممكن أحط زيزو طرف يمين وأحط صلاح تحت مصطفى ويبقى صلاح برضه ما بيعملش الواجب الدفاعي ويبقى أنا لو حتى مقفول العمق يبقى أنا عندي زيزو وعندي تريزيجية عندي في مساحات برة وأشتغل على أطراف الملعب ولكن ما شفتش فيه تغيير حصل إن صلاح فضل دايماً طول المباراة طول التسعين ديها مباراة ما كانش موجود خالص صلاح ما كانش موجود فما شفتش إنه انت طلعت صلاح شفتش إنه انت خليت صلاح راس حربا وطلعت بعيدته خالص دايماً اللعيب الكبير اللي زي صلاح يا ما بيكونش موفق لازم تخلق له الدوافع والمكان عشان تفوقه صحيح فلإن صلاح من نوعية اللعيبة اللي لازم تحسسه إنه هو ليه دور كبير ودور مهم فإما تحط صلاح راس حربا ها تديله الحرية إنه هو لا خلاص موجود هيبدأ صلاح يتحرك غزباً عنه صحيح ولكن المباراة النهاردة نفس الشيء اه مباراة صاب ولكن كان دور صلاح إيه قبل الإصابة طب إنت يما جيت تنزل كان أول تغييرك عشان تنزل كان لازم زيزو اللي كان موجود في رتم المباراة والمباراة اللي فاتت مكان صلاح مكان صلاح ده مكان زيزو بقى فإنت زي ما بتقولك هريم أنت خلقت مكان لزيزو اللي هو تمانية ما بقى لك أنت بقى صلاح ما بقاش موجود بالزبط خلسنا بقى أهاتوا بقى في مكانه الطبيعي بالزبط كانت برضو من حاجات الغاز النهاردة الغاز وإنت عندك عندك الجنب اليمين إنت عندك مصطفى محمد من أفضل اللعيبة اللي بتلعب هي درس كويس فكان الجنب الشمال هو اللي ماشي محمد اللي كان بيرفع صح يما تروح الجنب اليمين ما فيش كرة وما فيش كرص يتعمل صح فبالتالي لأ أنت منتخب مصر لازم بفيه تنوع من اليمين ومن الشمال ومن العمق وفيه سرعات وفيه وانتهاية أنا ما شفتش بصراحة هوية المنتخب وشخصية المنتخب مكنتش موجودة بصراحة بأمانت الله يعني